السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاف درس اليوم سيكون الكسور الاعتيادية للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثالث اكتب الكسر الذي يمثل الجزء المطلوب تحت كل شكل فيما يلي الشكل الأول الجزء المتبقي الجزء المتبقي من هذه الفطيرة واحد اثنين ثلاثة أجزاء متبقية ثلاثة على أربعة كل الأجزاء المقام لازم نكتب كل الأجزاء الجزء المضلل يعني الملون واحد اثنين ثلاثة إذن راح يكون ثلاثة قسمة أربعة على جميع الأجزاء الجزء غير المضلل ما هي الأجزاء الغير مضللة يعني غير ملونة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة راح يكون خمسة على كل الأجزاء على ستة مثل الكسور الآتية بالرسم طبعا هنا إذا قال لي المقام أربعة لازم نرسم أربعة أجزاء متساوية فمثلا يكون عندي المربع بهذا الشكل أربعة أجزاء ثم نلون جزء واحد فقط نضلل جزء واحد هذا بهذا الشكل اثنين من ثلاثة بما أنه عندي ثلاثة في المقام لازم أرسم ثلاثة أجزاء متساوية راح نلون جزءين فقط هذا الأول وهذا الثاني بهذا الشكل يكون هنا عندي خمسة على ثمانية لازم نرسم ثمانية أجزاء ثمانية أجزاء حيث أن تكون هذه الثمانية الأجزاء متساوية راح نلون خمسة منها فقط هل يشترط الخمسة تكون مرتبة؟ لا مو شرط يعني بإمكاني بهذا الشكل واحد اثنين ثلاثة أربعة وأختار بعد باقي واحد من أي مكان خمسة في ثلاثة يظلوا غير مضللين فهذا هو الإجابة على الأسئلة من واحد إلى ستة ننتقل الآن إلى سؤال سبع تم تقسيم كعكا إلى ثمانية أجزاء متطابقة إذا أكل محمد جزءا واحدا وأكل ضيوفه بقية الأجزاء ما الكسر الذي يمثله الأجزاء التي أكلها الضيوف إذن محمد أكل واحد على ثمانية إذن الضيوف ما تبقى إذا أكل قطعة واحدة من الثمان تبقى سبع سبعة على ثمانية إذن الكسر الذي يمثل الأجزاء التي أكلها الضيوف نقولها سبعة على ثمانية ماذا يعني المقام في الكسر؟ يعني الكل يعني الأجزاء الكاملة الأجزاء الكاملة يعني إذا كان عندي مثلا كمثال بهذا الشكل أنا عندي طبعا جزءان مضللان بهذا الشكل المقام يعني الأجزاء الكاملة يعني المضللة وغير المضللة وهي كم؟ أربعة هذا هو المقام ويكتب المقام تحت الخط خط القسمة هذا هو المقام يعني جميع الأجزاء يعني الأجزاء الكاملة أو جميع الأجزاء الموجودة في الشكل سواء كانت مضللة أو غير مضللة ننتقل للفقرة الثانية تدرب وحل المسائل اكتب الكسر الذي يمثل الجزء المطلوب تحت كل شكل فيما يلي عندي الجزء المتبقي نحسب عدد البيض واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع إذن تبقى سبع بيضات هذه العلبة طبعا تسع إلى اثنى عشرة بيضة هنا طبعا لازم نحسب الباقي هنا وصلنا إلى كاملة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشرة اطناعش إذن بيكون سبعة على اطناعش على جميع الأجزاء الجزء المملوء طبعا عندي هذا واحد اثنين ثلاثة يكون كام؟ أربعة أجزاء عندي إلى هذا أربعة أجزاء المملوء ثلاثة ثلاثة من أصل أربعة أجزاء ثلاثة أربع هذا الكو الجزء المضلل نحسب عدد الأجزاء المضللة واحد اثنين ثلاثة إذن راح يكون ثلاثة على جميع الأجزاء باقي عندي هنا أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن ثلاثة على ثمانية مثل الكسور الآتية بالرسم كيف نمثلها بالرسم؟ نرسم أجزاء متساوية هنا عندي مثلا سبعة خليها بشكل طولي أو عرضي يكون سبعة أجزاء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نمثل جزئين نضلل هذا الأول وهذا الثاني يتبقى طبعا خمسة أجزاء هذا هو الرسم هنا عندي أيضا خمسة نمثل خمسة أجزاء واحد اثنين ثلاثة أربعة نلون فقط جزئين واحد اثنين عندي عشرة جزئة بهذا الشكل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة راح نلون ستة أجزاء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وأي واحد من الموجودين في الأسفل ستة هذا هو التمثيل اثنى عشر راح نمثل فقط اثنان بالتضليل واحد اثنين هذا اثنين على اطنع عشر هذا بالنسبة للفقرة الثانية ننتقل للفقرة الأخيرة اكتب الكسر الذي يمثل الجزء الملون بالأزرق حدد إلي الجزء الملون بالأزرق غير الأزرق يكون يمثل الكل أي لون آخر يمثل الكل تابع للكل في كل علم من أعلام السفون الآتية إذن هو حدد إلي اللون الأزرق هو الذي يمثل الجزء الملون فلناخد فقط الأزرق واحد اثنين هذا يكون في البسط إذن بيكون عندي اثنين كم جميع الأجزاء شوف باقي عندي ثلاثة هنا ثلاثة أربعة خمسة كل الأجزاء خمسة إذن بيكون اثنين على خمسة أيضا السؤال السابع عشر نحسب فقط اللون الأزرق واحد اثنين ثلاثة إذن بيكون ثلاثة جميع الأجزاء أربعة خمسة ستة إذن بيكون ثلاثة على ستة السؤال الثامن عشر أيضا نحسب الجزء الملون بالأزرق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن بيكون عندي ثمانية جميع الأجزاء نكمل باقي الأجزاء تسعة عشرة احدعش اطنعش ثلاثة ارباطعش خمسطعش ستعاش إذن بيكون ثمانية على ستعاش السؤال التاسع عشر فقط اللون الأزرق جزء واحد أزرق كم كل الأجزاء أربعة يكون واحد على أربعة سؤال عشرين والأخير ترشيد تعد تسريبات المياه في المنازل أحد أهم أسباب هدر المياه حيث يصل الاستهلاك اليومي للمياه التي تسببها التسريبات إلى خمس واحد على خمسة من إجمالي استهلاك المنازل مثل هذا الكسر بالرسم طبعا بإمكاني نرسم الرسم بهذا الشكل واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد إلى خمسة طبعا هذا راح نمثله بالجزء المضلل البسط واحد فقط جزء واحد بهذا الشكل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته